وفي مصر شهدت محافظة كفر الشيخ كارثة نهرية عندما سقط نحو 15 قتيلاً جراء غرقي معدية ببلدة سينديون بمركز فوة وكان القارب ينقل أشخاصاً بين القرية التابعة لمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروت التابعة لمحافظة البحيرة على الضفة الأخرى من النهر وتشير المعاينة الأولية إلى أن القارب ربما يكون غارقة بسبب الحمولة الزائدة إضافة لسوء الأحوال الجوية فضلاً عن كونه تحرك في غير المواعيد المصرح بها هذا وقد خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 10 ألاف جنيه لأسرة كل متوفة وأربعة ألاف جنيه لكل مصاب